أعلنت وحدة إدارة الكوارث اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي إلى 1873 قتيلاً وتسعة آلاف ومائة واربعة وثلاثين جريحاً وأضافت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية أن عدد النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي فاق المليون نازح بينهم 155600 مسجلين في مراكز الإيواء وتشن إسرائيل منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي أعنف وأوسع هجوم على لبنان أصفر حتى أمس عن سقوط ألف وثلاثة وسبعين قتيلاً بينهم أطفال ونساء والفين وتسعمائة وخمسة وخمسين جريحاً وفق بيانات السلطات اللبنانية